مركب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الساعي للعبور إلى الضفة الآمنة في الوقت المحدد تقوده أطراف محلية وتساعدها مجدفة إلى الأمام عدة دول كبرى استخدمت وما زالت وسائل وطرق عدة للحث على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر كان آخرها تحذير أعلنت عنه سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة للأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تقود نجاح عملية الانتقال السياسي أو تلك التي تقدم الدعم لهذه الأعمال حذرتهم فيه بأنه قد يتم تصنيفهم من اللجنة المنشأة عملا بالفقرة الرابعة والعشرين من القرار 2011 ضمن المحذورين من السفر وتجميد الأصول سفارات الدول الخمس رحبت في بيانا مشترك لها اليوم بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان وصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح على النحو المبين في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجددة دعمها للمفوضية لقيامها بمهمتها باستقلال كامل وحثت الدول جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقود عملها بالتهديد أو العرقلة وأكدت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيانها أن الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي ومجلس النواب يمثل تفويضا جديدا للمؤسسات الليبية والقادة الليبيين من الشعب ما يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية وتوفير الرعاية الطبية وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد وعلى بعد أقل من شهرين على الموعد المنتظر وبما يتعلق بالتنسيق والدعم المقدم من الحكومة لمفوضية الانتخابات الجهة المكلفة بتنفيذ الاستحقاق على الأرض رحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة مشيرة إلى إدراكها أهمية أمن الانتخابات مطالبة المؤسسات الحكومية بالاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وفي ختام البيان دعت الدول الخمس القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة ليس فقط بأن ليبيا ستشهد الانتخابات بموعدها أم لا بل أيضا ستظهر إلى العلن مدى جدية جهات محلية ودولية وصدق نواياها لتحقيق استقرار ليبيا عبر انتخابات حرة ونزيهة